الحين مشاهدينا نتابع هذه المادة المعدمة الكنترون ونثم نعاود لمواصلة صباح الشوق يدوية الكثيرة المتنوعة تعد تحفا يسعد الفرد باقتنائها فها هي مدن دارفور الثلاث الكبرى الفاشر نيالة والجنينة تهتم اهتماما كبيرا بإنتاج وصناعة المراكيب إلا أن مدينة الجنينة خصصت لنفسها نوعا من هذه المراكيب عرف بمركوب الجنينة وهذا المركوب مركوب الجنينة الذي يصنع من جلود الأغنام والماعز تمر صناعته بعدة مراحل ومركوب الجنينة حذاء كان يهتم به الكبار أكثر من الشباب وكان ضمن ما يكمل لبسة الرجل المكون من الجلابية والعمام والمركوب ومعها العصايا وبمرور الأيام وصناعة المركوب ترتفع كما وكيفا بازدياد مستخدميه حتى في أوساط الشباب فاتخذ مركوب الجنينة موقعه بين الأحذية ليستخدم حتى مع الزي الإفرنجي إضافة إلى الجلابية وصناعة المركوب غالبا ما تعتمد على الخياطة اليدوية في عدد من مراحلها طبقتان للمركوب إحداهما من الخارج وتسمى الوجه والأخرى من الداخل وتسمى البطان يتم خياطهما ميكانيكين بماكينة الخياطة لإعدادهما للمرحلة التي تليها صناعة المراكيب كغيرها من الصناعات والحرف التي يتتلمذ فيها الصغار على أيدي الكبار فالجودة التي أكسبت مركوب الجنينة الشهرة والتميز أوجدت ثقة بين المستهلك والصانع مركوب الجنينة كما وصفه الكثيرون من المستخدمين بمواصفات عديدة إلا أن جلد البقر يلعب دورا أساسي في صناعة القرفة التي تشكل الجزء الأسفل للمركوب ويسمونه الوطاية أحيانا والنعال أحيانا أخرى والدور الأهم والأكبر في تمييز هذه الجلود تلعبه المدبغة التقليدية واليدوية حيث تتعدد مراحل دباغة الجلود ومركوب الجنينة من خلال مراحل صناعة التي يمر بها تشترك معه أنواع أخرى من المراكب تصنع من جلود الزواحف وجلود الحيوانات البرية التي غالبا ما تستورد من دول الجوار ويستهلك بعضها محليا في مدن دارفور والبعض الآخر يباع بأسواق ولاية الخرطوم خاصة السوق الشعبي بأمدرمان ترجمة نانسي قنقر